اشتركوا في القناة الكثير من الاماكن الجميلة جدا زي ما اتفقنا دي خريطة الوجه الابلي فيها طبعا كميات كبيرة جدا من الادورة بدأنا بالمجموعة دي اللي هي مجموعة الادورة اخميم واخدناهم من الشمال الجنوب زي ما شفنا كده المرة اللي فاتت كلها خدنا الاول الادورة بتاعت سهاج دير الانبا شنودة والابيض ودير الانبا بيشاي الاحمر في اديورة من القرن الرابع والخامس وبعد كده نقلنا على الشر واخدنا من اول دير انبا توماس فيه دير ابلي حناخده نشوفه بعدين في شماله اسمه دير انبا شنودة الشرقي واخدنا دير انبا توماس وبعد كده اخدنا التلات اديورة دور العدرة والشهد والملاك اخدنا بعد يوم دير ماري جرجس الحديدي وشرحت القصة بتاعت هما بيحفروا الترعة وازاي الحديد ما كانش ما كانوش عارفين يزبطوه علشان ما ياخدوش حتة من الدير ماري جرجس كان بيوقع لهم الحديد لحد لما في الآخر اخدوا المسار بتاعت ترعة على ديره كده علشان خطر ما يخيروا المسار علشان ما يكلوش حتة من الدير بعد كده دير الانبا بسادة بعد كده دير ملاك مخيل في جرجة هنا فيه دير الانبا بلمون بقصر والصياد ده هنشوفه بعدين وبعتناء وبعدين نقال على إينا وصلنا هنا نقادة هنبتدي في الأديورة بتاعت نقادة هنا مزارع لكن فيه صحرة كبيرة لكن الأطر بيبقى ماشي من ناحية دي والسكك الرئيسي ماشي من ناحية الشر هنا جنبها هنا لقصر على طول بعد هنا فالبلاد كلها الكبيرة كلها من ناحية الشر ناحية الغرب هنا فيه برية سموها برية الأساس الأساس بالإبتي بي سنتي برية الأساس دي تسميه على اسم القديس بي سنتي أو بي سنتاوس كان أسقف قفط في المنطقة دي قفط جنبنا قفط في القرن السادس أسقف قفط كاسم أمبا بي سنتي أو بي سنتاوس هنا مجموعة أديورة كبيرة زي ما حنشوفها وراء بعضة دلوقتي في دير بتاع الأنبا بي سنتاوس في دير ماري جيرجيس في دير ماري بوكتر في دير الصليب مجموعة أديورة وراء بعضها كل البرية دي وبرية كتعامرة بالرهبا لحد لما ننزل جنوبا نوصل لقصر ومن ناحية بقى الناحية الغربية هنا الأسار بتاعت لقصر كان بهم دير الأمير تودروس المشري أو المشهور بدير المحارب لو كمنا غربا كده جنوبا نحنلاقي دير ماري جيرجيس في الرزيقات يعني الرزيقات جنوب لقصر بس من ناحية الغرب وبعد كده نكمل في نفس الجهة في أديورة إسنا دير الشهداء والفلاحين التلاتة في البلد نفسها في إسنا ودير قديس متاوس الفاخوري في ناحية الشرق إحنا سايبين ديرين لهم دير القديسين في الطود ودير الأنبى بوخوميوس دير تاني للأنبى بوخوميوس لما زرنا جنوبا من الناحية دي في حاجر إدفو دير الأنبى بوخوميوس معلش الخريطة دي مهمة علشان نتصور بعد كده لما نبتدي نتفرج على الأديورة ونتجول فيها نبقى عارفين ده فين وده فين وده فين دلوقتي حنبتدي من أول نقادة دير الملك مخيل دير كبير اتعمر واعترف بيه وفيه رهبانة لقيت الأديورة اللي وراء كلها في بعضها على مرمى البصر يعني على بعد 2 كيلو و3 كيلو كده يعني بعضها تتشاف الدير يشوف اللي وراء ويشوف اللي وراء عبارة عن حالياً كنايس كانت مهجورة وتعمرت وتنظفت وتجهزت وفي بعضها بقى فيه رهبان وفيه دير منهم بقى رهبات وبعضهم البقين كنايس اتجددت وبيتصلى فيها قد زاد ناخد بسرعة بقى تدقى من دير الملك مخيل اول دير ايه عشان انا احنا دير ماري بوطر ده برضو من اديورة من اديورة برية الاس نرجع شوية ناخد من اول دير تدير ماري جيرجس تدير الان بقى اندراس المشور بابو الليف كانو كان بيلبستوب من ليف ده مزبح عجيب جدا هشرح لكم كل ده تدير الصليب غليب احنا كنا واقفين هنا تدير الملك مخيل في جيرجا ده اللي فيه المزار بتاع امبامينة ده المزار بتاع امبامينة وهنا ده المطرانية بتاعت انا بنعدي نلاقي هنا ده دير الملك مخيل في نقاد دير الملك مخيل مبني بشكل كبير فيه كنيستين صغيرين وفيه كاتدرائية ضخمة وفيه مضيفة وفيه مبنى للرهبان كل دي حاجات اتعملت حديثا في هذا الدير دير الملك مخيل في نقاد دي الكنيسة الصغيرة اللي بقت للرهبان وزي ما احنا شايفين دي كلها حاجات حديثة يعني دي الكاتدرائية الكبيرة اللي اتعملت وكانت لسه ما تفرشيتش طبعا الصور دي من كلها 2006 و2007 و2008 يعني فقالها اكتر من 15 سنة كانوا بيعملوا هنا مهرجان بتاع الكرازة بيعملوا في المكان ده لانه متسع جدا بيجمعوا الابرشيات اللي حواليه بيعملوا فيها ده الكنيسة من بر ده زي ما قلتلك دير الملك مخيل اول دير وفي الشمال خالص من السلسلة بتاعة اديورتنا دي كنيسة اسرية برضو اتجددت موجودة جنب الدير بعد كده في هنا مكان ده اللي هو عايز نقبر الصورة شوية علشان نعرف ده دير ايه احلى مساكنك يا رب الجنود دير رئيس الملائكة مخيل بنقادة تم تعمير هذا الدير في عهد يفت الأنبابي من أسقف نقادة وقوس ده ايه ده المدخل بتاع دير الملك مخيل من بره السورة الكبيرة اللي عملوهم طيب بعد كده ننقل على دير تاني اعتقد ده دير الصليب خلينا برضو في دير ده مكتوب عليه ايه كنيسة الصليب الصليب كل دي كانت اديورة طبعا عامرة بالرهبان لكن مع الزمن انقطعت منها الرهبانة ولكن دلوقتي اتعمرت بشكل بيس يعني اكتر يعني على الاقل بقت كنيس ممكن صلى فيها نلاحظ الطبيعة المعمارية اللي موجودة كلها زي ما احنا شايفين الطوب الاحمر دي كنيسة الانبة شنودة كنيسة جانبية يعني موجودة في الدير زي مكتبة او مضياء برضو دي ده الطبع المعماري الاسري كله اترمم زي ما اتشايفين تشكيلة الصلبان حتى برضو كلها بالطوب الاحمر والاسود والابيض برضو دي تشكيلات جوة الكنيس وبرها يعني في مداخل الكنيس كل الزينة المعمولة من الامكانيات بتاعة المنطقة اللي هي الطوب الاحمر المحروق كويس فيه بعضه زيادة شوية عشان يبقى اسود وفيه بعضه احمر وابيض كلها ارشاد زي ما انتو الكنيس من جوة وفي الترميم ابرزوا بعض الحاجات اللي كان فيها رسومات وبعض الطوب الاحمر ابرزوا الحاجات وفيه بعض حاجات معمولة بصخور لكن ابرزوها في المكان ده عجيب شوية اعتقد ده ده دير من الاديرا فيهم ممكن هو دير الصليب او شكرا اوي المسبح ده فضلوا يصلوا عليه فتر بعدين فجأة بصوا لقوا زيت بيشر من المسبح زيت بكمية بط المسبح فا مقدروا يصلوا بعدها بنوا مسبح تاني في غربه يعني زي المسبح كده وبعدين بنوا مسبح تاني الهيكل الكبير فبنوا مسبح تاني وبدأوا يصلوا عليه وسابوا المسبح ده اللي بيشر منه الزيت فطبعا انا دخلت صورته زي ما انتو شايفين ده ده المسبح نفسه الهيكل ودي المسبح اللي بيشر منه الزيت بشكله غريب جدا وقصاده يعني بعدين على طول المسبح اثار الزيت موجودة يعني اثار الزيت على المسبح موجودة لا مش بيشر لا بس تحسي لو قربتي اثار الزيت موجودة ده زي معمودية ضخمة بتاعة كبار موجودة في المدخل بتاع الكنيسة وترممت وتستخدم كمعمودية للكبار زلوا فيها ويتعمدوا في كنيسة برضو من الكنيس بتاعة الاديورة دي زي ما احنا شايفين نفس الطراز كلها طراز الاباب زي ما شرحت المرة اللي فاتت والباب الملكي دايما صغير في المنطقة دي شوفنا الايقونات حامل الايقونات شوفنا الطرازين طراز بباب واحد وطراز بباب بين هنشوفها في حتة تانية لكن المعظم الاديورة دي باب واحد وصغير في حيث انه فيش مكان حتى لحامل الايقونات برد زي ما احنا شايفين كده يعني مبنى كله مبني ومبني بالطوب وفيه ارشاط برضه هنا زي ما احنا شايفين الارشاط كلها بالطوب بشكل جميل جدا ده القديس الانبا شنود رئيس المتوحدين يعيقونا اثرية ليه في دير من الاديورة هناك قديس الانبا شنود بعد كده دير الانبا اندراس ابو ليف ابو ليف ده اسم الشهرة هناك لانه كان بيه بستوب من ليف اسمه كده اسمه اندراس جيس اندراس له دير هناك لطيف ودي الهوات بتاعه ومبني ما حتوط له طبعا ايقونات حديثة كلها ودي ايقونات الانبا اندراس اهيط معمول له ايقونات يعني دي ايقونا اديم اوي بس يعني او بدائية شوية في ايقونات احدث شوية دي ايقونات تانية دي ايقونا ابطية حديثة كان بيعمل التوب الليف بتاعه من الساعة في النخل يعني ايقونات الرسم الايقونات دي مكتوب القديس الانبا اندراس ابو الليف الموجودة في الرسالة ماذا ينفعني العالم الفاني لو عشت باقي ايامي فيه خير لي ان اترك قبل ان يتركني هو اعرفش دي يعني حاجة من الحاجات اللي قالها ولا الفلسفة بتاعت حياته ترك العالم قبل ما العالم وانده بقى سامي حنس انان حديث عمل وايقونا جميلة جدا كتب برضو فيها نفس الكلمة بتاعته كتب عليها اسمه القديس العظيم الانبا اندراس الشهير بابو الليف فرنيحته فهرطوب كل ده موجود فيه الدير بتاع الانبا اندراس ده واحد من الاديورة قلنا دير ملك مخيل دير الصليب دير القديس اندراس ابو الليف بعد كده ده اعتقد دير القديس بقطر دير القديس ماري جيرجس قديس ماري جيرجس دير كده يعتبر احنا قلنا الملك مخيل ودير الصليب ودير القديس اندراس دير قديس ماري جيرجس يعتبر في النص عشان كده مسميينه دير المجمع ان كانت المقونة بتاعت كل صف الاديورة ده بتتجمع في المكان ده عندهم زي مخزن للمقونة دير ماري جيرجس ده بيسموه دير المجمع وحالين اعتقد فيه راهبات كان فيه راهبات لا ما احنا رح وكان بيسموه المجمع دير المجمع لانه ده بتتجمع في المقونة في اثار هذه المدخل الدير اثار دي قدام الكنيسة زي ما احنا شايفين محافظين عليها يعني محوطينها كده عشان تحفظوا عليها اثار مخازن واثار مباني كانت موجودة دي اساسات بتاعت مباني كانت موجودة في الدير زمان والدير طبعا زي ما انتم شايفين دير اسار مبني بالطوب الاحمر بس يعني قديم جدا كنيسة بتاعته اسارية خالص وقديمة جزء منها تمحر بالطوب اللبن نبزع عن دير الشهيد العظيم ماري جرجس المجمع بنا اخذها كده بسرعة ان الدير ده بني في نهاية القرن الرابع الميلادي يقع فوق منطقة عالية من الرمال بارتفاع ستة انطار يسمح بموقعه المرتفع ان يشرف على بقية الادير المنتشرة في الصحراء وهو من اهم الادير في تاريخ رهبانة برية الاساس المجمع هو قراءة للكلمة العربية الشركة وترجع الى كونه يقوم على ادارة مجموعة الادير بالمنطقة وانه يوما كان يحتوي على مؤونة الادير هو مجمع كنايس طبلي به خمس كنايس ومجمع لقاء الرهبان في وقت اجتماعاتهم وصلواتهم حيث كان يجتمع فيه النساك لصلاة الليتورجية وهو مجمع لاحتياجات النساك وحلقة الاتصال بين البرية والعالم برضو المجمع لأنه بمجموعة صناعات كان يقوم بها لأباء الرهبان حسب قانون الرهبانة فمن يعمل يأكل مثل صناعة الخوس والغزل والنسيق والفخار وغيرها وعن معظم الأديورة كانت تتبع نظام الشركة الباخومية اللي هي فيها يتغلوا مع بعض يأكلوا مع بعض يصلوا مع بعض ويعيشوا مع بعض حتى مثلا زي دير أمباهدرة نلاقي الألايا فيها ثلاث سرهير يعني ثلاث مصاطب كده بتسع ثلاث بدأت دير بكنيسة واحدة أساسية ثلاث نساك جبل الأساس وكنيسة الوسطى هي كنيسة الملك مخايل وهي كنيسة الرئيسية وأقدم كنائس طبعا لتخطيط وغيره قال الكنيسة الوسطى القديس ماري جيرجس تعرضت للتجديدات وهكذا طبعا كنيسة يحنى المعبدان وكنيسة عدرة في القرن العشر دير حاليا عامر بالراهبات ويخضع لإشراف نافة الأنبة القدس البابا شنود الثالث في ذلك الوقت أعتقد هو دير تتابع الأنبة بيمان برضو أسقف دا 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 الكنيسة بتاعة الدير المجمع كنيسة ماري جيرجس وكان في واحد بيشرح لنا تفاصيل بتاعة المجمع دا الكلام اللي احنا قرناه تقريبا حطينه برضو هنا دا كرسي من كراسي اللي كان الأسقف بيجو يعني حطينه للأسقف دا الجزء اللي هو بيقال انه دا كان مثلا مخازن وكده وكان الدير زي ما قلت دا في موقع متوسط بين أديور تلا كله دي صور المكان بتاع اللي كان فيه كنيسة طبعا الأرشاد دي مكان كنيس أسرية كانت موجودة من بعيد هنا باين دير تاني اللي هو هنشوف ونقرب له اللي هو دير القديس ماري بوطر تادير 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 القديس بسانتاوس اللابس الروح اللي تسمت البرية باسمه اللي كان أسقف قفط مدخل بتاعه مدخل بسيط خالص لكن الكنيسة من جوة بحالة جيدة ترممت كويس زي ما احنا شايفين الأرشاد اللي فيها في أيقونة للقديس بسنتاوس بسانبا بسنتي أو بسنتاوس يعني الاختاس طبعا هي حياته حياة جميلة جدا وكان متوحد لمدة طويلة وبعد كده بقى أسقف لمدة في آخر حياته ولغة تعليم ولغة تعليم حلوة ولغة نبوات حلوة وكان يعني يعلم شعبه وبيهتم شعبه مولود في القرن السادس وتنيح في بداية القرن السابع فرسم أسقف على مدينة قفط بيد البابا دميانوس رقم خمسة وتلاتين سنة خمسمية تمانية وتسعين ولغة من العمر خمسونة عاما إلى آخر دا من بعيد اللي هو دا الطريق اللي احنا كنا ماشيين فيه دا من بعيد دا دير ماريبو تربة وهنا أنا حبيت أصور الصورة دي علشان أوريكم الأديورة على خضبة بدأت يعني الصحرة موجودة والأديورة كلها في المناطق الصحراوية تحت شوية تبتدي الأراضي الزراعية هنا ويبقى كده ناحية الشر يعني أنا باصس ناحية الشر أراضي الزراعية وبعد كده النيل وبعد كده البلاد المدن والقرى لكن يعني ناحية الأديورة كلها مناطق مرتفعة شوية وصحراوية مية النيل ما أصلتها فصحراوية ودي اللي كان فيها فراري والأديور واضح هنا برضو دا مرتفع وهنا الأراضي الزراعية تحت دير الشهيد العظيم ماري بوكتر بناء دا في كنيسة برضو جميلة ومترممة حديثا لأيقونة القديس ماري بوكتر كلنا نعرف ماري بوكتر دا كان من عائلة ملوكية بوكتر ابن رومانوس من العائلة الملكية اللي كانت بتحكم إلاد وبعد كده سابوا الملك وسابوا تنازلوا بعد ما دقل ديانوس ملك سابوا له كل حاجة وقبلوا أن هم يتعذبوا من أجل المسيح وينالوا إكليل الشهادة في الكنيسة بتاعت القديس ماري بوكتر برضو كنيسة أسرية زي ما احنا شايفين الأعمدة بتاعتها فيها أجزاء من أعمدة رخامية وفيها آثار رسمة على الحيطة طبعا هنا يعني رسومات معظمها ما وقع لكن حد بيحاول يعني يتصور الرسمة دي كانت إيه فيمكن كانت العدرة والإصابات وحاجة زي كده يعني بيتصور الشخصيات اللي وقفة في الرسم من الأجزاء اللي فضلة من اللوحة يعني دي أيقونة حديثة طبعا القديس ماري بوكتر و هنا زي تذكر من سنة 48 اللي اتبنت في عهده الكنيسة الحديثة دي دير برضو دير ماري بوكتر مشين برضو جنوبا دير برضو من ناحية تانية بين الأرض الزراعية من ناحية تانية نمشي كده هنلاقي دير تاني باسم الملاك مخيل احنا عندنا دير باسم الملاك مخيل في الشمال واحنا ماشيين جنوبا فيه دير تاني باسم الملاك مخيل وحالته يعني مش مش متعمر كويس لكن معظم مباني بالطوب اللبن لكن الحتة اسمها على ما اتذكر قامولة ناحية الدير ده وكل الأديورة دي كان فيها زمان رهبان يعني دير الملاك مخائيل بقامولة زي ما احنا شايفين معظم المباني بتاعته مبنية بالطوب اللبن وعيشها يعني معرفش متجددة امتى بس هي قديمة خالص ولكن حالته طبعا مش زي بقية الأديورة متجدد لكن أسري وموجود طبعا المناطق اللي دي بسبب ان الجو ما فيوش مطر بتعيش المباني بتعيش لمئات السنوات جو ما فيوش مطر وما فيوش سيول لانه حتى لو جيه مطر بيبقوا قليل قوي وما فيش جبال عشان تنزل المياه وتكتسح المباني دي المباني عايش على رغم ان هي معظمها بالطوب اللبن زي ما احنا شايفين كنيسة طبعا أسرية خالص ووطية تحت الأرض كنيسة السيدة العذراء كنيسة الملاك دخلنا من جوة زي ما احنا شايفين أسرية يعني بتصلى فيها برضو محتوط فيها أيقونات بسيطة تصلى فيها كل دي مجموعة أديورة مجموعة أديورة الأساس عدة هياكل هيكة القديسة رفقة هيكة الماري مورقوس إلى آخر في أيقونات أسرية ننقل هنا احنا نقلنا نقلة كبيرة بقى على دير دير ماري جرجس في الرزيقات تبنا لدير الأمير ثوادروس المشرقي هل نبقى نرجع له للصور بتاعته بسداد دير ماري جرجس في الرزيقات دير ضخم وكله كنيسة بتاعته كلها زي ما احنا شايفين كده كذا هيكل كلها بالعرض وفيها كذا خورس وكلها قباب 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 الشكل ده زيه في دير الشايب زيه معظم الأديورة بالمنظر ده فوارس ودي كلها حوام الأيقونات حديثة بباب هنا هيكل أمبا شنودة هنا هيكل ملك مخيل فحطين عن كذا هيكل تبقى خمس وستة هياكل في الكنيسة الوحدة بالعرض زي ما احنا شايفين هيقونا الماري جرجس بشنودة أو أمبا بخوميوس و تلك الماري جرجس الجزيقات عشان بيعملوا احتال كبير في عيد ماري جرجس فكان بيعملوا خيام وبعي كده حصلت حريق فبادقوا يبنوا قوط كده يعني تتغجر جرجس في الرزيقات كنيسة الشهيدة العظيمة الأم دولاجي تأسست في نهاية القرن الثالث الميلادي وتجددت في أزمنة مختلفة وتمت الإصلاحات الأخيرة سنة 1871 تأسست في نهاية القرنة تأسست في نهاية القرنة وكان فيها ترميم ما احنا شايفين زي مزار للشاهدين بوترس وبولس وقبة صغيرة بمكان صغير وجوه في مدفون الثلاث فلاحين اللي هما تعقسنا اللي قتلوهم بالفقوس لأن كانت السيوف بتاعتهم تلمت مزار صغير للشاهدين بوترس وبولس وبعد كده أو الشاهدين بوترس وبولس دول كانوا من الشهداء يعني بتاعقسنا من شهداء اللي استشهدوا على زمن على دين إيريانوس كل كده هنا كتبين كات عجيبة طبعا كنا بنروح نزور أماكن نتصورش أن فيه حاجات زي كده موجودة لحد النهاردة استشهد معظم سكان إسنا وكان عددهم مية وستين ألف أسقفهم الآن بأمونيوس أشهر شهداء إسنا الشهيدة العظيمة الأم دولاجي وأولادها الأربعة وبعد أراخنة المدينة والقديسة الرشيدة والثلاثة فلاحين شهدان بوترس وبولس اللذين نحن الآن موجودين بمقبرتهم لم يذكر شيئا عنهما تاريخيا ولكن نقل إلينا أنهما كان ضيفين بمدينة إسنا يعني كانوا ناس ضيوف رايحين إسنا مع موجة الاستشهاد واستشهد على يد إريانوس الولي قبل ثلاثة الفلاحين لذلك دفن جسديهما بمدينة إسنا وهذا مزار يرتفع عن الأرض بحوالي 15 مترا وسط المنازل وهو عبارة عن حجرتين متداخلتين حجرة الأولى بها أيقونات والحجرة الداخلية بها جسد القديسين بوترس وبولس تحت المسبح الصغير الموجود يقام عليه القدس اللي إليه مرة واحدة كل عام في تمانية توقف هذا حاجة يعني حدهم يجي آلا يعني كمان لا مش كل حاجة في السنكسار طبعا تي حاجات كتيرة مش مطورة في السنكسار طبعا محتاج يعني اللي يتذكر و اللي ما يتذكرش عندك أعداد ضخمة خالص أبو الليف ده ده مش مذكور قديس قنبا بسنتاوس هو الوحيد اللي مذكور يعني البرية دي موجود وموجود سرته بالتفصيل وأقوال لي زي ما احنا شايفين كده ده في السوق في وسط السوق بتاع هذه خبهية بتاعة الشاهدين بوترس نحن في إسنا القصة بتاعتهم زي ما احنا عارفين أنه كان القديس أمبا أمونيوس خد الشعب طلوا داس وفي الجبل وبعدين لما جوم الجنود بتوع إريانوس سلوا عليهم وموتوهم كلهم ورجعوا تعبنين ما كانش فيه حد في البلد في البلد غير الثلاث فلاحين كانوا في الغيط ورجعين فلقوا الجنود ولقوا البلد كلها خلاص مش موجودة قالوا لهم طب وإحنا قالوا لهم لا إحنا ما فيناش حيل موت والسيوف تلمت فقدموا لهم الفقوس بتاعتهم علشان يموتوهم بها وفعلا استشهدوا في نفس المكان في وسط البلد قطت أكسادهم في المكان ده زي ما هنشوف في الوقت تدي المكان بتاعهم هوت قبة صغيرة دي يعني نص شارع كده قسط السوق بتاع البلد حاليا حطين اليفتضي ليهم جوه هنلاقي كان فيه ثلاث قطلهم شمع وحطلهم أيقونة وعملين بنيين لكل واحد زي مصطبة كده صغيرة حطين جسده فيه ومغطينه بستر يعني الناس بتاخد بركة من ده دي القبة بتاعة المكان من جوه معرفش عمرها قد إيه بس برضه قبة أسرية ومعمولة بشكل فني كلها بالطوب الأحمر زي ما احنا شايفين الأحمر والأسود محار البيض هنا مديح للثلاث فلاحين بعد كده من بعيد نعم الأوباب دي مبنية ازاي فيه ناس بنيين مهرة يعرفوا يعملوا الأوباب دي لحد وقت قريب ذكر لما بنا متى المسكين راح دير أنبا صاميل سنة ستة وخمسين يعمر كان مع 12 رهب وكان يصل الدير هو طبعا ترهب في الدير ده كان الدير قلبان جدا وما فيش أماكن يعني كان عدد الرغبان قليل قوي فقعد هناك من 48 ل 51 وبعد كده راح دير السوريان في 51 كانت 56 كان مع 12 راهب وراح دير أنبا صاميل فما كان لي هم مكان يعني ما فيش مكان أصلا يعود فيه فراح جاب واحد بنا فما الكلام ده قاله لي الشيوخ وطور دير أنبا صاميل كان معصرين جاب دور على بنا شاطر يبني الأب ده يعني بالطوب الأحمر أو الأبيض هو بنى بالأبيض جابه من أسوان هو نمت معروف أنه يعني أحسن واحد عشان يعمل أحسن حاجة راه جابه من أسوان وحايل وجابه وكله وشربه ودفع له كويس قوي فبنى صف ألالي لحد النهار ده موجود سحري الكنيسة يعني في الناحية الشمالية من كنيسة العطر صف الألالي ده مازال موجود لحد النهار ده تبنى سنة 57 سنة 57 البنيين دول بنيين معينين بيعرفوا يبنوا إزاي من غير بقى خرصانات الأماكن دي لعندهم أسمنت ولعندهم شدات ولعندهم خرصانة يعني ما كانش فيه إمكانيات في الوقت ده ده طوب انت اللي انت شفته ده طوب طبعا لا هو طبعا بيبقى بيبقى شو طريقته في دير أبو مقار تلاقي كنيسة أبو سخيرون الإليني كنيسة أبو سخيرون الإليني اللي في دير أبو مقار عن كنيسة أسرية من القرن يعني على الأقل من القرن السابع من عمر الكنيسة الكبيرة بتاع دير أبو مقار كانت ممكن تكون جناح يعني الكنيسة ملحقة به الكنيسة فيها خرسين خرس قدام الهكل خرس ثاني وراه فيبدو انه في وقت من الأوقات نص أو أكتر من نص شوية يعني تلتين السقف وقع فكملوا ازاي كملوا فقبة واحد فقل الخرسين لما برضو وجونا متى راح سنة 69 كل الكنيسة اللي في دير كانت أيلة للسقوط كانت القبة دي طبعا كلها بالطوب كانت مشرخة وحالتها حالة ما هدهاش بانا بانا حواليها بانا حوالين الكنيسة كلها عمدان وأمصان مسلح وبانا قبة بالمسلح فوقيها مساكتها وفضلت لما تدخل الكنيسة المدخل من الناحية الإبلية تلاقي الخرسين بينهم حيطة كده وبعدين تطلع على القبة الكبيرة الواسعة اللي برضي هي كلها بالطوب حاليا طبعا محمية بالقبة الخرسين اللي فيها ففكرة والقبتين الكبار اللي في الكنيسة الكبيرة في أبو مقار قبة بتاعت اليوحن المعمدان وبتاعت أبو مقار منهم واحدة أسارية من قرن التاسع أو يمكن قبل كده والتانية اتهدت سنة ألف وتسعمية ويمكن تسعة أو عشرة وبنوها بنفس الشكل تاني برضو اتعمل حواليهم قمصان كامل خرسان عشان يمسكوه وتشوفوا الطوب فده فن من فنون العمارة يعني ده فن جميل من فنون العمارة موجود يعني انت عايز تشوف المنظر ده فن بديع بالإمكانيات اللي كانت موجود وقتها أقلات أقلات الأماكن حرة بيمسك بيمسك على طول ويبني الحتة اللي بعدها ويبني الحتة اللي بعدها بس طبعا هم عملينها بفن يعني برضو ثانية جدا مدينة إسنى نفسها نيسة بتاعت الثلاث فلاحين ونطلع غرب إسنى في ديرين كبار دير الأول اللي هو اللي احنا شايفينه من بعيد ده ده اسمه دير القديس متاقس الفاخوري أو دير الشهد هشوف أنه واحد فيه دير القديس العظيم الأنبا متاقس الفاخوري بجبل أصفون وطبعا فيه أثار كنيس بر زي ما احنا شايفين أثار كات مباني بر دير القديس متاقس الفاخوري حاليا 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 اتعمر واشرف عليه فترة أنبا متاقس أسقف دير السوريان وبعد كده حاليا بيشرف عليه سيدنا أنبا يوقيم اللي هو النائب الباباوي في منطقة إسنا ده المدخل بتاع الدير وده واحد من القديسين العاشو في قرن الثامن اسمه التقس الفاخوري ده جسده والدير والكنيسة زي ما احنا شايفين فيها آثار أيقونات أسرية على الحيطة فرسكات فرسك يعني رسمة على الحيطة أيقونات أسرية في الأرشاط بتاعة الكنيسة يمكن عايز يعني تترمم شوية أو تظهر شوية فيها ملايكة وفيها الرسل وكذا تطورت بعض الأيقونات دي زي ما احنا شايفين كده على الحيطة وعلى كل الأرشاط كانت مرسومة بس مع زمن بهتة خالص يعني لكن فيه أثار زي ما احنا شايفين أثار الرسل أثار ملايكة مرسومة ودي كتابة اللغة الإبطية هنا وكان برضو إيسوس بخريستوس يعني فيه هنا ممكن الحمل أو حاجة زي كده فيه أيقونة كانت موجودة الشاروبيم أجنحة وبالعيون برضو أيقونة تانية للملايكة والشاروبيم كل ده في الدير القديس متأوس الفخوري في أيقونة أسرية وفي هنا برضو كتابة على الحيطة باللغة الإبطية على الرخام في الكنيسة يعني من بعيد كده منظر الهيكل والأرشاد بتاعة الكنيسة مبنية بناء كويس ده من بره الكنيسة الأسرية من بره في اللاية بتاعة الراهب من الرغبان ده منظر الدير بره وده الحصن بتاعة الدير في كنيسة الشهدة هنجلها بس في في لؤسر الأنبى ونس اللي هو القديس ونس الصغير يوأنس أو يوحن اللي هو الرافات بتاعته محتوطة في منطقة بسيطة كده مش جوه كنيسة لكن معموله زي مزار حواليه ساحة كده فالناس بتروح عند الجسد بتاعه وتعمل تمجيل لكن ما هو مش كنيسة ومش تابع لكنيسة هو زي منطقة طبعة الجامعية من الجامعيات ده غالبا ده دير الأنبى بخوميوس اللي في حجر إدفو يعني احنا نزلنا كده إدفو ده دير الأنبى بخوميوس اللي في حجر إدفو نفس الشكل لبس القبوات الكنيسة كذا خورس هنا فيه صليب زي ما احنا شايفين في الحيطة أسري تدرعم عامر من زمان من سنة ثمانين الف وتسعمائة وتمانين وديح حامل الأيقونات بتاعه وده طبعا مكان اللي بيتحور يحطوا فيه الأفصال مضيع عشان يعملوا التسبيح كل يوم مزابح يعني ثم ستة مزابح مزابح الأباء القديسين تقنبى بخوميوس أب الشركة وهنا السيرة بتاعته ويقال إن جسده مدفون في الدردة هو يعني كل حد من الرهبان ظهر له في حلم قال له إن أنا جسدي هنا لكن هو مش معروف مكان قديس أبا بخوميوس أب الشركة عاش حوالي ستين سنة وعارفين احنا قصة هو آمن لما شاف المسيحيين عايشين الوصية بتاعة المحبة وضيافة الغرباء وبعد كده اتوحد وبقى تحت إيد أب اسمه أب بلامون وبعد كده لأنه يمكن عشان نعيش في الحياة العسكرية يحب يعمل نظام يستوعب كل الرهبان في شكل مش متوحد لكن في شكل يسند حتى الضعفاء فيهم بيشتغلوا مع بعض بيأكلوا مع بعض ويقلوا مع بعض وأسس حوالي 12 دير وأديوره تانية تأسست بنفس الشكل 12 دير في منطقة من أسوان لحد قرب أسيوت وأخته برضو كانت رئيسة لديرين من أديورة الراهبات الأيقونة الشهيرة بتاعت الأنب بخوميوس أو بالشركة بعد كده ننقل على حاجة مختلفة خالص نطلع كمالا خلصنا المنطقة الجنوبية دي هنعيد عليها تاني في بعض الصور عندي كتير هتيجي تاني شمال سهاج بقى إحنا ماخدناش حاجة شمال سهاج شمال سهاج أول حتة تقابلنا وإحنا طلعين شمال سهاج هي طيمة طهطة طبعا وفي طيمة طيمة قبل محافظة أسيوت على طول يعني طيمة بعديها أولاد الياس وأبو تيج وأسيوت طيمة فيها مدافن على الغرب كده من البلد واكتشف فيها جسد أبونا يسة هو اتنيع سنة 62 أبونا يسة الحقيقة المنطقة كلها طبعا منطقة كانت رمل يعني وفيها مدافن 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 هناك يحطها في شكل قوبة فوق المدفن يعني فعبارها عن زي قوة صغيرة بقوبة فالرملة اللي بتاعت المنطقة نفسها كانت بتشفي وبتعمل معجزات فطبعا الناس ما تقدرش يعني صحنا مش بنعلق إيمان على المعجزات لكن الناس محتاجة شفاء أمراض الناس محتاجة تخف من الوجع اللي فيه محتاجة يعني فكانوا بياخدوا من الرملة دي ويحطوها في شوية مية وبعدين شرابوا المية مطرح الرملة بيخفوا أنا بنفسي شفت ناس ناس كانوا من عندي من كنية حتى يعني إحنا مش نجري وراء الحاجات دي لكن في حقائق الناس اختبرتها يعني نذكر فمرة كان يعني حد بينتقد يعني الأب الأسقف هناك قال الرجل يعني رجل صلاة ورجل طيب لكن الحاجات لما بدأت تظهر هناك ناس كثيرة بدأت تروح فاتطرب مكان وبعدين زي ما انتم شايفين المكان لسه كان بيت بني وعين كل شوية وسع فيه واش سع فيه لحد لما بان مدينة سيروح هناك عند أبونا ياس هيلقي مدينة ضخمة توارع وبيوت وأماكن ضيافة بتتأجر أو يعني ناس بتأجرها لمدة أسبوع تاخد خلوة أو تعد فالمكان طبعا يعني اتعمر ببركة الرجل البسيط ده والجسد بتاعه كان يعني نقله طبعا مكان لمكان لمكان وبنوا كنيسة كبيرة ضخمة جدا فوقي وناس كتيرة طبعا بتروح والمكان عمر بشكل كبير وبقى مكان للصلاة مكان للعبادة ومزار طبعا هو لسه يعني أبونا ياسم كان كاهن بسيط يعني كاهن تقي وكادم لربنا وانتقل في بداية الستينات من القرن اللي فات ما عتمتش كقديس في الكنيسة لكن هو الحقيقة شغال بيعمل معجزات كتير كان في حد ينتقد الأوسكوب يقول البترول ظهر في طمة يعني يؤصد أن الناس تروح وتتبرع كل رجل كان ساكت ما بيروت كان أنا ساعتها قلت لا بس يعني هو فعلا في معجزات بصرف النظر عن أن إحنا ليس نجري ورا الحاجات دي لكن اللي عنده إيمان ويروح يصلي معنى كده أنه ما ياخدش الدواء بتاعه معنى كده أنه لو الدكات قالوله على حاجة ما يسمع لهاش لكن يعني أو ده من ده من الأماكن اللي ممكن تتراح في الصعيد كان ضخم وكبير جدا هو اللي في أبونا ياسا ميخي طبعا يعني هنا القصة بتاعته ممكن ناخدها بسرعة جدا كان بيقول أنه كان هو باسم ياسا وهو طفل صغير كان مرتبط بالكنيسة ومدوم على التنوى من الأسرار وقارئ الكتاب المقدس محب للتسبيح والألحان كان بيعمل بالقاهرة وكان مثال للشاب المسيحي في عمله سنة 1902 قدم استقالته سنة 1903 سافر للأدس وعاد إلى قريته اللي هي كوم غريب ويتجوز سنة 1905 بعد كده بقى كاهن رسم على كنيسة الأنب قدم بمحبة واكتذب كثيرين إلى حضن المسيح والكنيسة رسم أمس على دين أمبا مرؤس أسقف أبو تيج وطه طوطمة سنة 37 حارب حروب متنوعة ولأ قصدي مكتوب أن فيه تجارب متنوعة منها وفاة ابنه الوحيد وفقد زوجته لبصرها احتمل كل الحاجات دي بشكر عجيب وتنيح بسلام وهدوء يوم عشرة ستة وان وستين كانت بتظهر من قبر أنوار بعد نياحته وبعد كده معنجزات كتيرة تم طلواته زي ما احنا شايفين مدينة عملوا المكان اللي كان مقابر وكان صحرة في غرب طمى مدينة وزي ما نشايفين شوارع وارصفة وخزان مية بيتبني طبعا حاجات دي فالأكتر من 15 سنة فدلوقتي يعني والإستابلشت حاجة أساسة أساسك معلش هنرجع تاني نطلع شمالا بعد طمى في هنمشي بمحاذاة الجبل كده ونطلع شمالا قبل ما نوصل دير درونك قبل ما نوصل أسيوت في حتة مهمة مها دير الجنادلة دير الجنادلة دير الجنادلة ده في أسيوت خلاص دخلنا محافظة أسيوت قبل دير درونك في نفس الجبل جبل الغربي ماشي من شمال الجنوب كده هو نفس الجبل احنا ماشيين جنب الجبل وفي بلد اسمها دير الجنادلة وفي الجبل في مغارة ضخمة وكان فيه دير أسري بتاع قديس عاش في القرن الخامس والسادس اسمه القديس مقروفيوس مقروفيوس برضو ده مش موجود في السفر يعني نعمش عنه كتير بس المكان ده مشهور بيه حاليا الكنيسة اتعمرت وفي خدمة وفيها صالة ده المدخل احنا كده نطلعين ده الجبل اللي هو الغربي كده نحية دي نحية الشمال وكده نحية دي نحية الجنوب والنحية دي لو مشينها شوية هنلاقي دير درونك دير درونك في أسيوت احنا بقينا كلنا عارفين فالحطة دي دير الجنادلة في طريق مرسوفة والحاد دفوق هنلاقي الكنيسة بتاعة العدرة في دير الجنادلة واللي فيها بتاعة القديس مكروفيوس دي منطقة يعني ادي الكنيسة من جوه عبارة عن مغارة في الجبل هي تلت اسقف بتلت مستويات يقال ان الكنيسة كانت اثرية وبعد كده وسعوها شوية وبعد كده وسعوها شوية فيها ايقونات وبين فيها عنصر تخريب يعني شوية ولكن يعني مثلا الوجوه مت شوها لكن دي اثار دي اباء الرسل الاناجيل كل ده مرسوم على الصخر وده زي ما انتوا شايفين ده ده سقف وهنا سقف تاني وبينهم ايه زي حامل ايقونات ده سقف عالي ده سقف واطي كنيسة من وراء يعني لو الهيكل كده هو اعلى حاجة من وراء خالص اوطى حاجة او او المستوى وبعد كده فيه سقف اعلى وبعد كده فيه سقف اعلى اللي هو من ناحية الشرق بتاع اللي فيه الهيكل انا واخد مجموعة صور للزوايا وال كل دي مغارة منحوطة في الصخر وكانت فيها ايقونات جميلة الحقيقة والسقف نفسه فيه ايقونات ونقوش فيها السماء وفيها نجوم وفيها ايقونات برضو ده في السقف وده ازاي قبة معمولة كأنها قبة طبعا محفورة في الصخر لان هي كلها مغارة في الصخر دي منطقة دير الجندلة وزاي ما احنا شايفين هنا النقوش الجميلة اللي في السقف بتاع الدير الجندلة ده انا زرته برضو سنة 2019 مؤخرا طبعا الصور دي اقدم بكتير الصور دي قديمة خالص 26 و2007 لكن اتوضب المكان برضو بس الاماكن زي ما هي ده المدخل بتاع الكنيسة بس انا واقف جوه ده المدخل اللي بيطلع على بر كلها عبارة عن زي ما احنا شايفين مغارة في الصخر ده قبو او زي شباك من جو الكنيسة في الرسم ده يعني وصليب و انه ايقون داخلية الكنيسة فيها ايقونات كلها بقبوات كده بحنية من جو وفيها رسم وفيها ايقون بس معظمها مت يعني في حصل تخريب فيها في وقت من الاؤوات في حاجات كلها من القرن السادس ده السقف جزء من السقف في رسومات برضو فيها نجوم وحاجات زي كده برضو هنا بين السقف الاولاني والسقف التاني ده ايقونة بتاعة القديس مكروفيوس اللي كان عايش في هذا المكان واسس رهبانة فيه عندي ايقونة حديثة وهنا ده الهيكل اعلى حاجة في الكنيسة يعني الحتة اللي ورا كده اللي اللي انا بصور منها هي اللي اوطى السقف اوطى هنا ده اعلى حتة في الكنيسة والكل مبني بالطوب واصلا هو حتة في السخر يعني محفورة في السخر نعم ده ده السقف بتاع الكنيسة لا ده حيطة اللي تحتها ده ده حيطة حيطة مبنية ده الهيكل في باكين من على الجنب باب في النص من المنجليتين دي مبانية نعم ايقونة مبنية بالحجار تيش خشب يعني تبني بالحجار زي محنا شايف سواء ما حطوط له حاجات حديث ان يون وطيقونها للعذرة والدكك دي حديثة لكن المباني دي اسري ده دير الجندلة والقديس مقروفيوس هو سخر مغارة مغارة قد تلت الكنيسة هنا مغارة كبيرة المطلع سلم أنا متصور على المطلع السلم بس معايا ناس فمرضيت احط مطلع سلم انت فاكر طوان انت بصوا هنا هتلاقوا ايه هذه الثلاث مستويات شايفين وراء في ظهر الكنيسة بصوا ده مستوى سقف بعد كده ده مستوى سقف ثاني بعد كده ده مستوى سقف ثالث شفتوا التردريج ده دير الجندلة يعني هنا اللي يقف هنا يجيب السقف بيده كده وفيه خر معبي برضه بينزل زي أنا معرفش يعني الحاجة في السنة متذكر كده هنا طبعا أيقونات أيقونات قديمة دير الجندلة أريب من دير درونك ودي المنظر بتاع الكنيسة هوت يا الله كويس جاء جاء صورة برضو تكشف لنا شوية هذه الكنيسة هيت ودي قديس مقروفيوس ودي جزء الخلفي الأديم بعد كده جزء اللي بعد كده جزء اللي بعد دي بأعلى وأعلى وأعلى ودي الكنيسة عبدير الجنة هي الرحلة اللي احنا كنا في 2006 ينقوش على الحيطة طليب وإيسوس بخير يكنيسة جنب المغارة باسم القدسين بطر وسبول يكنيسة أسرية برضو وده منظر حب بتاعتها طبعا بعد كده بنروح في دير درونكا قبل منروح دير درونكا يعني دير الجندلة طالعين شمالا هنطلع لدير درونكا قبل دير درونكا بحاجة بسيطة يمكن قدر أقول بدقة بسيطة خمسة كيلو أربعة كيلو في قرية اسمها ريفة ريفة دي فيها كنيسة أسرية بتاعة القديس قلت الطبيب تديس قلت الطبيب عندنا جزء من جسده هنا تديس قلت هنا تديس قلت الطبيب ده كان نسيب ديريانوس الوالي نسيبه أخ امراته تديس قلت الطبيب كان فهيد والكنيسة بتاعته أسرية في حتة اسمها ريفة جنوب دير درونكا على طول جنوب أسيوب والكنيسة أسرية فتحت الأرض بننزلها بسلم تحت الأرض فكانوا بيجددوا فيها في ذلك الوقت ومعليش بقى يعني ده المنظر بتاعة التجديد جددوها بشكل يعني مش مظبوط عملوها بلاط يعني كان بقى مربع كده بقى فيوش الحاجات الأسرية شالوها زي ما أنتوا شايفين كده عملوا جب حطوا الحيطان أنا طبعا يعني أعتقد أنه دلوقتي يرجعوا الأمور يعني ده كانت كانش يعني كانت حمل الأيقونات الأسري كانوا شايلين وركنين وعلى جنب فأنا صورت حمل الأيقونات الأسري زي ما أنتم شايفين خشب قديم مطعم العاق حمل الأيقونات أسري وهم جدا فأعتقد أنه حصل تجديد ثاني غير الصور دي أعتقد أن الأمور وده أهو حمل الأيقونات ومكتوب عليه السلام لهيكل الله القاب عوض يا رب كلما له وتعب لأنه كان اتقدم يعني فألوه زي ما هو وحطوه أجزاء 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 حطوه على الأرض كده وركنوه على حيطة من الحيطان أنا صورته هذا هو باب الرب وفيه يدخل الأبرار سنة 1251 لا أعرف شو ده لو بتقويم شو هذا يبقى بقاله 105 هنا سرعة كده نختم هنا قديس كلوتوس أو قديس قلتة هنا السيرة بتاعته كان والده والي على أنصنة رزق بهذا الابن قلتة حفظ كثيرا من كتب الكنيسة وأخته تزوجت إيريانوس والي أنصنة زي ما قلتلكم هو كان نسيب إيريانوس وبنى هذا والد هذا القديس فندق للغرباء ثم درس الطب حتى أتقنه وكان يداوي المرضى بلا أجر القديس كلوتوس أو القديس قلتة شقيق زوجة إيريانوس حاول مع إيريانوس أن يثني عن عزمه ولكن ما كانش إيريانوس عايز يعزبه عشان إكراما لزوجته يعني أخته وبعد كده أرسله إلى والي البهنسة وقعد في السجن ثلاث سنين أخته توسطت في إخراجه ولكن الآخر فيه حد تاني من الأولى عزبه واستشهد من الإكليل الشهادة وكنيسة الأسرية في ريفة مركز أسيوت اللي قلتلك ريفة اللي هي جنوب على طول دير درونك مباشرة وبتحصل منه من جسده آيات بركته تكون معنا برضو ده جزء من حامل الآيقونات الأسري موجود كان في الكنيسة وهنا أسر حجرية وأسر معمودية أسرية دي الكنيسة طبعا يعني دي الكنيسة اللي تحت الأرض ما عرفش الوقت الوضع بتاح حصل فيه لكن أعتقد أن هي وعيد ثاني وضع يعني عادتها الوضعها الأسري اللي تولاني ترقديس قلت أيقونة أسرية أيقونة تانية للقديس قلت والكنيسة دي فيها بير مية في الكنيسة فيها بير مية أسرية برضو في الجزء الغربي كده من بعيد ده دير درونك هنقف هنا هنقف هنا علشان نقف هنا النهار ونبتدي بالمرة الجاية ونكمل بقى شمالا ولو في حاجات تانية في الجنوب إحنا تقريبا يعني استوعبنا معظم الخريطة فلو في حاجات في الجنوب هنرجع لها ونقول أماكن إحنا كده دلوقتي وصلنا إلى دير درونك حسب الخريطة اللي إحنا شفناها هنا تي الأماكن اللي إحنا شفناها علشان نفتكرها بدأنا بدير الملك الخيل ونزلنا على دير ماري جيرجس ودير الصليب ودير دير الصليب الأول ودير آآ أمبا بسنتاوس ودير ماري جيرجس ودير القديس بوطر ودير الملك مخيل القامولة وبعد كده ما شفناش دير الأمير تودروس هنشوفه وبعد كده شفنا دير ماري جيرجس الرزيقات شفنا دير القديس متاوس الفخوري شفنا دير آآ بخوميز بحجر إتفق بس نشوف الحاجات البقية وبعدين طلعنا شمالا هنا عندنا دير درونك شفنا قبلي دير ريفة قبليه هنا دير دير الجنادلة دير الجنادلة بتاع القديس مقروفي خلاص يبقى احنا كده مراجعة سريعة اللي احنا اخدناه احنا وقفين بقى عند دير درونك بعد كده هنطلع بعدين نعدي ونروح ابنوب وبعد كده المحرق ونعيد على ونروح بقى دير أبو فانا ولسه نكمل المرة الجاية إن شاء الله ربنا كل مجدو والترونك إله هل عندنا سؤال نعم آه آه كنسة المغارة فين كنسة المنارة في دير درونك اللي هي قصات كنسة المغارة كان نفس الحامل بنفس التفاصيل أنت ذكرت هذا يعني بس طبعا ده يعني التجديد ده حصل في عهد سيدنا الأب مخيل بس من أنا يعني عشان أعلق يعني بس هو كان يعني ما صار تعليق لأنه كان أسري وكان كله خشب وأديم وكان حتى قدسك لما تخش الهيكل لازم تروح موطي موطي راسك عشان تقدر تخش جوه الهيكل بس أنا ما عرفش يعني ليه سيدنا يعني راح مغيره وراح عمله بس طبعا يعني كان كبر أنا سألت طبعا وقتها يعني ما كانش حد يقدر يعلق يعني كما منوع سيراميك ممكن أنت تتصور أن حيطان كنيسة تتعمل سيراميك إنها مش في حمام في حوض تخط سباح كنيسة صلى تحت الأرض تحت الأرض بالكامل فتعملت حد عملها ما لوش يعني ما لديوش خبرة أعتقد أن الأمور تعيد ثاني يعني بتشكلها حاجة عملت بشكل سليم لأن الوضع كان صادم حاجة أسرية زي كده تل كل الأثار اللي موجودة وأن مجرد أن احنا نعمل حاجة شكلها نظيف بس تقش بالكنيسة يعني كل حاجة وليها أصول في الترميم وفي التجديد نحافظ يعني على الحاجة نحافظ على القيمة الأثرية بتاعتها نحافظ عليها كمان من هدمة أو غيره فبنجدد بس بشكل محسوب تعملش بشكل عشوائي أو طبعا عشان كنت بروح كل سنة أنا ما بعد ما رقيت كده مرضيتش أروح لحد لما عرفت بعد كده أن كل حاجة تعملت بشكل سليم مرة تانية يعني لازم الحاجات دي يبقى حد متخصص تدارس وفاهم كل حاجة تترمم أن أباءنا كانوا يحبوا ربنا جدا وإحنا عايزين برضو يحب ربنا بترميم الآيقونات أي حد يرمم الآيقونات طبعا نحن نشوف كيف الدير الأحمر ترمم نشوف أنا هعمل حلقة مخصوص أنا صورت كل صغيرة وكبيرة لما روحت الدير الأحمر في 2019 كان كل حاجة ترمم تترم بقى يعني بعثة وحدة أمريكانية تترم ازاي الشغل بتاعها محدش مادي إيدو معها بقى تترم الشغل طلع بالجمال شكله قبل وبعد شجة جميلة فن جميل لكن لازم الترميم محسوب وبشكل علمي سليم علشان يبرز جماله أي رتوش عايزة تتعامل تتعامل حسب القواعد العلمية السليمة لا مش أي حد يمدي إيدو فيها يعني تقدر بس مختلف بقيت أستغرب وشوف قد الفدان اللي هو عامل حمل الأيقونات ده حطت كم صليب بس يعني يقدر يحط يعني الشاطرة بتاعته يحط أكتر سلبان في الحتة الحمل يعني مش نمط واحد أو مش شكلاً مختلف وحاجات جميلة وحاجات لما كنت كل مدخل در جديدة أو كنيسة جديدة معرفهاش أشوف كم عندك الحقيقة حمل الأيقونات الإبطي تريد جميل شغل مش موجود في أي حمل الأيقونات تاني في العالم يعني كناس الأرثودوكسية معظمها حوامل الأيقونات أبسط فيها دهب بس يعني تعبته برخام فيها أيقونات كبرزة وخلاص لكن حوامل الأيقونات الإبطية فيها شغل خشب الستايل طبعا هو الستايل الخشب وفيها شغل بالدهب وبالصدف وبالتعشيق والرموز بقى الشكل الثماني المثمن والشكل السلبان وأنواع السلبان يعني زي اللي بنشوف معلقة أو حوامل الأيقونات الإبطية في فن بديع طبعا نوعظم الحتة اللي في السعيد كانت بالحجار يعني حوامل الأيقونات زي ما شفناها بالقوب الأحمر والأسود والأبيض بالحجار لأنك كان دي الإمكانيات المتاحة فضال صلي يا أبو والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين يا ربنا الحبيب ياسف وعن نشكرك أنت عريس نفسنا أنت عريس الكنيسة اللي اكتذبت قلوب تعبك وأولادك من كل قبيلة ويعب ولسان وأم لأنك يا ربي زبحت وأشتريتنا لله أبيك تكورك يا رب لأنك وحبك جذبتنا يا ربي في نتبعك ونحن حياتنا يا ربي نتبحك ونفيدك بالعبادة بلوك وبالشهادة لك يا ربي حتى الدم أدينا يا ربي أننا نعيش زي أبأنا الشهداء أدينا يا ربي أننا نحبك وننمو في محبتك زيهم باركنا يا ربي بارك شعبك في أنيسة وفي كل باركة أمنا ستة العدرة باركة الرئيس الملايك الجليل ميخايل باركة روزنا مري مرؤس كل مصاف الشهداء تجبنا عندما نصلي بأنا اللذي يتقدس اسمه في أتيم لتكن مشيئته كما في السماء ذلك على الأرض سنة الذي للغد أعطينا اليوم اخفر لنا ذنوبنا فما نغفر نحن أيضاً دون مزنقين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر يسوع ربنا فكالملك والفؤون عبّة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلص وعن المسيح تاركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم أمي سلام سلام ربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة